اعقدت المحكمة العسكرية اليوم جلسة جديدة للنظر في ملف مقتل المعارض السياسي نزار بنات حيث شهدت الجلسة انتحاب غندي الربع محامي عائلة بنات من المحكمة وقال الربع انه انسحب من المحكمة بعد تهجم محامي دفاع عن العناصر الأمنية المتهمين بقتل نزار بنات على شاهد حسين بنات ووصفه بشاهد الزور وطفى انه ليعود إلى المحكمة إلى بعد محاسبة محامي الدفاع عن المتهمين اليوم قمنا بالانسحاب من جلسة المحكمة احتراما للعدالة ولساحة المحكمة احتجاجا على اولا في الجلسة الصباحية تم ذكر من قبل محامي الدفاع لفظ شاهد الزور موجه كلامه إلى الشاهد وهذا اتهام بجريمة أمام المحكمة لا يجوز هذا الاتهام لأنه نضعه في خانة ترهيب الشاهد مع ذلك استمررنا بحضور الجلسة ثم وصل الامر إلى قول محامي الدفاع موجه كلامه إلى الشاهد بأنه يعلمه ويعلم مئة مثله الأدب وهذا أيضا لا يجوز إذا كان لديه اعتراض يجب أن يتقدم من خلال المحكمة لا أن يتلفظ بهذه الألفاظ في داخل الجلسة ثم عندما طلبت الإذن بالكلام ورفعت يدي للمحكمة توجه إلي محامي الدفاع وقال لي اسكت هذا أمر لم أشهده في أي محكمة حقيقة المحكمة تحترم نظامها ولن نحترم نظام المحكمة ولكن لا يجوز لأحد التطاول على الادعاء أو على الشاهد بهذه الطريقة لذلك قررنا انسحاب حفاظا على كرامة العدالة وكرمتنا التي لا نساون فيها ينضم إلينا عبر الإنترنت من رامالله غندي أمين محامي عائلة نزار بنات كما ينضم إلينا كذلك عبر الإنترنت من رامالله غسان بنات شقيق الناشطة الفلسطينية الراحل نزار بنات ورحب بضيفي أود بك سيد غندي سيد غندي ما تبعناه قبل قليل من قبلك في هذا الفيديو الذي عرضناه هل تقول بأن المحكمة منحازة؟ هل مجمل تلك الانتهاكات التي تحدثت عنها يجعلك تصل إلى نتيجة مفادها أن المحكمة منحازة؟ نحن لم نصل إلى هذه النتيجة بعد ولكن أن لا تتصرف المحكمة بحق ما جرى أمامها وتتنازل عن دورها في حفظ أداب الجلسات بالتأكيد سيكون لنا قرار وقرار بالإنسحاب أوراً نحن لا نساوم في ذلك عندما نرى مع احترامنا أن المتهمين يقوم بلعب جميع الأدوار حتى أنه يقول لي وأنا محامي العائلة لا تتكلم أسكت وأنا أطلب الإذن من المحكمة لا يوجه كلامه للمحكمة وضع نفسه قاضياً وأخذ دور رئيس المحكمة ثم أن يقول للشاهد الشاهد الرئيسي ويتلفظ بألفاظ شاهد الزور بمعنى أن يتهمه بجريمة أمام المحكمة دون أن تسجل المحكمة ذلك في ضبطها ويقول أيضاً للشاهد الرئيسي أنا أعلمك الأداب وأعلم مئة مثلك الأداب وأن تصمت المحكمة على ذلك وأن لا تسجل ذلك في محضرها هذا كله يدعونا بالتأكيد إلى الانسحاب أولاً واتخاذ موقف لنتسأل من الذي يحفظ جلسات المحكمة هل محام المحترام المتهمين أم رئيس المحكمة وإلى أن يعود الأمر إلى طبيعته نحن على الانسحابنا ومستمرين في ذلك ابقى معي سيد غندي أذهب إليك سيد غسان سيد غسان كيف قرأتم هذه الوقائع متتالية اليوم في المحكمة وبماذا تفسيرونها يعني نفسر أولاً ما حدث اليوم هو يعكس البيئة التي يتم فيها إجراء هذه المحكمة نحن منذ البداية أعلننا الموقف الصريح والواضح أن هذه محكمة جزئية ومنقوصة اللافت للانتباه أن الجلسة الماضية قام المحامي بالتهجم على نصف مدينة الخليل والمنطقة التي يوجد بها الحرم الإبراهيم الشريف بأنها منطقة ملاذ للمخربين والهاربين من القانون وتجار المقدرات التزمنا لأعلى درجات الانضباط اليوم تم التهجم على الأستاذ غندي والحسين بنات الشهد الرئيسي هذا الموضوع يجرنا إلى نتيجة واحدة أن هذه المحكمة هي منحازة هذه المحكمة غير منضبطة هذه المحكمة واضح جداً أنها بعيدة كل البعد عن العدالة والدليل على ذلك أنه التزام 14 عنصر للصمت حتى هذه اللحظة لماذا لم يقم قاضي المحكمة الرئيسي الأستاذ عيسى عمر بفتح التحقيق يعني مش معقول برضو الأربعة عشر جندي نزلوا لنزار دون أوامر لماذا لم يتب فتح التحقيق حتى هذه اللحظة وهذه من صلاحياته لا هاي المحكمة أصبحت عبارة عن محكمة هزلية ومصرحية لذلك إحنا والأستاذ غندي اليوم انسحبنا منها أعطي إليك مرة أخرى سيد غندي سيد غندي هل تعتقد حقاً أن المحكمة لديها قصدية في تجاهل بعض الأمور تجاهل بعض النقاط لماذا لم يتم توجيه الاتهام كما يقول سيد غسان إلى بقية الأشخاص الذين ذهبوا إلى الراحل نزار بنات وكانوا موجودين وقت قتلي طبعاً أنا لا أحاكم بالمقاصد والنواية أنا أتطلع إلى النتائج اليوم كانت النتائج واضحة ما جرى أمر مخالف لكل الأصول والأعراف المتعرفة في جلسات المحاكم النظامية أنا أتحدث ولي خبرة 21 عاماً في المحاكم لا يسمح القاضي بالعادة ترهيب الشاهد وتم ترهيبه بقول محامل المتهمين شهادة شاهد زور تم الأصراق عليه وقوله أنه يعلمه الأدب ويعلم مئة مثله الأدب هذا أمر لم أشهده في أي محكمة بصراحة أنا تعملت مع النتائج كان من المفترض إذا كانت المحكمة أمينة على الضبط أن تسجل ما تفوه بمحامي المتهمين في الضبط ووسعتها من حق الشاهد الرئيسي أن يطالب بمحاكمة المحامي وذكر ذلك وذكر أيضاً للمحكمة عندما سخر منه أيضاً في طريقة كلامه لأنه من مدينة الخليل قال الشاهد للمحكمة المحامي يسكر مني لم نرى أي شيء هذا أمر لا نسكت عليه نحن لا نتفاوض في هذا الأمر هل فسرت المحكمة سيد غندي ذلك التصرف؟ هل قدمت مبرراً واضحاً لصمتها على تلك الوقاع؟ مسألة الترهيب على حد قولك مسألة التعدي بالكلمات على حد قولك أيضاً؟ لا لم تقدم حتى كنا لحظة وجودنا لم تقدم أي شيء ولست أنا الذي لاحظ هناك ممثلين عن دول أوروبية وحتى ممثلة الأمم المتحدة الحاضرة للجلسة لاحظت ذلك وسألتني بالاستراحة لماذا لم يتطرف القاضي عندما اتهمه بشاهد الزور؟ هذا أمر محرج للغاية يعني أنت تتهمي شاهداً بجريمة أمام المحكمة لم أرى ذلك في حياتي السكوت عليه والاستمرار به لدرجة أن يقول سوف أعلمك الأدب ويعلم مئة منك الأدب ثم أن يطلب مني السكوت يعني أنا لا أقبل طبعاً لا أقبل أبداً لأي إنسان أن يتطاول بهذه الطريقة وحفاظاً واحتراماً لأنني في قاعة المحكمة قررت الانسحاب فقط هل كان هناك أي إجراء من قبل المحكمة بعد انسحابكم؟ لا للأسف لم نلقى الإجراء البسيط أن يسجل ذلك في المحضر أن يسجل ذلك في المحضر الرسمي ما جرى اليوم كان يجب أن يسجل في المحضر وهذا أضعف الإيمان أنا لا أقول حتى أن على المحكمة تحرير محضر بذلك وتحويله إلى النيابة العامة المدنية لأن هناك تهمة بجريمة حدث أمام المحكمة أن يقوم محامي باتهام شاهد بجريمة الإجراء السليم كتابة ذلك فيه محضر والتحويله إلى النيابة العامة لتحقق في ذلك أو أن تصل المحكمة بالنتيجة إلى هذا الأمر وليس المحامي لكن أن يصبق الأحداث ويتهم الشاهد في بداية الجلسة الصباحية نحن نسير في مصار الترهيب للشاهد وهو الشاهد المصيري والرئيسي في القضية طبعا لدينا موقف في ذلك أذهب إليك مرة أخرى سيد غسان سيد غسان في لقاء سابق معي هنا على الجزيرة مباشر قلت أنكم ستذهبون إلى محكمة دولية أو إلى القضاء الدولي في حال لم تتمكنوا من الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة لأجل نزار بنات هل ما زلتم تتجهون إلى المحاكمة الدولية في هذه اللحظة أم أن الأمر توقف؟ نعم صحيح وواضح أننا نقترب بشكل سريع جدا من القضاء الدولي ومحكمة الجنات الدولية ما يحدث الآن في رام الله هو انتهاك كامل لكل معايير الإنسانية أصبح هذا النظام السياسي في رام الله يقوم بقمع وقتل الناس بشكل يومي لا بل تشويههم بعد قتلهم انتهت العدالة في فلسطين لا يوجد قضاء في الضفة الغربية لا يوجد نيابة عسكرية ولا يوجد أي مظهر من مظاهر العدالة إننا نقترب بسرعة مضطردة باتجاه القضاء الدولي نعم شكرا جزيلا سيد غسان بنات شقيق الراحل نزار بنات وشكر كذلك موصول إلى ضيفي غندي أمين محامي عائلة نزار بنات شكرا جزيلا لكم مشاهدين المسايا مستمر وبعد الفاصل التقيكم زميلي مصطفى عاشور وستاد مباشر وفي توتنام الإنجليزي وقيل مديره الفنسي